بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثاني والأربعون بعد المئة الثانية الحمد لله على سوابغ نعمه ومترادف كرمه الصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة رسله نبينا محمد على آله وصحبه أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الصوفية الذين يقولون ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك يقول رحمه الله فإن هذا القائل ظن هو ومن اتبعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية أو من يقر بها ويزعم أنه لا يمتنع بنفس رؤية الله أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفقهة فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات ولهذا قالوا بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال فأين من يريد الله وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار ثم رد الشيخ رحمه الله على الذين يقولون إن العبد يجب أن لا تكون له إرادة ولا محبة ويعتبرون ذلك من كمال العبودية فقال رحمه الله فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن إرادة ومحبة وبوض ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام فكل إنسان له حرف وهو العمل وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته كما قال عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه أي هو لم يعصه ولو لم يخفه فكيف إذا خافه فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته فالراج الخائف إذا تعلق خوفه ورجاءه بالتعذيب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له فمعلوم أن هذا من توابع محبته له فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب وإن تعلق خوفه ورجاءه بالتعذيب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة ولهذا يكون استغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته فالخوف من التعذيب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل وهذا كله ينبني على أصل المحبة فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين كما في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله يحبهم ويحبونه وقوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وكذلك محبة صحابته وقرابته كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقال علي رضي الله عنه إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وفي السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي يعني بني هاشم وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوع أنه قال أحب الله لما يغضوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي لأجلي وأما محبة الرب عز وجل لعبده قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى يحبهم ويحبونه وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقصطوا إن الله يحب المقصطين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشاهخ الدين المتبعون أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم ابن صفوان فأظهره وناظر عليه فقتله سلم ابن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمر بن عبيد وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام وادعوا إلى الموافقة لهم على ذلك وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلى وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول وللنجوم وغيرها عافان الله وإياكم والمسلمين من ذلك وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته